بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن أله أما بعد أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة لبرنامجكم صفحات من التاريخ الحديث وهي قد خصت بالحديث عن الاحتلال البريطاني لمصر وفي هذه الحلقة وهي الحلقة الثالثة والأربعون أتحدث عن حادثة مهمة جرت في مصر هزت الرأي العام المصري والغربي وكان لها ردود فعل متفاوتة في مصر والعالم الغربي وهي حادثة دنشواي دنشواي حادثة صغيرة نسبيا في المكون العام للأحداث المصرية آنذاك لكني اخترت الحديث عنها وفي حلقة مفردة كاملة لأهميتها وخطورة الحديث حولها هي الحادثة في نفسها حادثة صغيرة جدا ضخمها الإنجليز وتضخيما لا مبرر له وعاقبوا الفلاحين المساكين ما أقول متورطين ما تورط الفلاحون أبدا المتهمون زورا وبهتانا في هذه الحادثة أشد أنواع العقاب للا شيء تقريبا وفتح الإنجليز على أنفسهم بابا من أبواب جهنم وذلك لأن الحركة المصرية نشطت جدا عقب هذه الحادثة وكان وراءها ما وراءها إلى أن جرت ثورة 1919 بعد ذلك هذه الحادثة جرت سنة 1324 هجرية 1906 للميلاد تقريبا قبل 106 سنوات هذه الحادثة حيث مؤثرة عاطفيا صعبة كان هناك قرية ما قرية دنشواي في المنوفية وكان هناك ضباط إنجليز متوجهون من القاهرة إلى إسكندرية فوقفوا في منوف يستريحون كالعادة يعني عندهم محطات ما كان الأمر مثل الآن فوقفوا ودنشواي مشهورة بأبراج الحمام وتربية الحمام يعني أبراج الحمام فيها كثيرة وأراد طلب الضباط الإنجليز من مدير المديرية هذا طلب منه أن يتوجهوا إلى دنشواي ليصيدوا فوافق المدير وجهز لهم العربات وأرسلهم إلى دنشواي هؤلاء ليست هذه أول مرة كان قد جاء قبل ذلك ضباط ليصيدوا فكانوا تخطئ طلقاتهم تصيب أجران القمح المكان الذي يضع فيه القمح يشتعل المخزن القمح أو يجرح الناس أو كذا يعني طلقات رصاص منطلقة وراء الحمام فلما رأى أهل دنشواي هذا حذروا الضباط قالهم لا تأتوا إلينا لا تصيدوا لا تفعلوا فعلكم الذي تفعلونه كل عام ما أبيهوا لهم وما استجابوا لهم ضباط فيهم غرور ويرون أن البلاد بلادهم وأنهم احتلوها بقوة السلاح وكذا فيهم غرور شديد ما التفتوا إليهم فماذا حدث؟ حدث أن الضابط وهو يحاول أن يصيد الحمام أصاب إمرأة مصرية فجرحها وأحرق جرنا للقمح أحرقه فهنا لمرأة أهالي ذلك انزحجوا إمرأتهم مصابة بدمائها وجرن القمح مشتعل نارا فهجموا على الضباط أصابوا رجلا اسمه كابتن بول أصابوه في رأسه إصابة ليست مميتة وهرب اثناء من الضباط ليطلبان نجدة كابتن بول مشى في الشمس وكان وقت حارا إلى أقرب مركز وهو بجراحه أصيب بضربة شمس توفيه في الطريق هذه قصة كلها قصة محدودة صغيرة جدا لا قيمة لها في سياق الأحداث يعني الكبيرة في مصر آنذاك ضخمها الإنجليز تطخيما ليس له نظير أقاموا محكمة ظالمة جدا لهؤلاء الفلاحين المساكين الذين قاموا يدافعون عنفسهم ومن منطلق من مات دون عرضي فهو شهيد من قتل دون مالي فهو شهيد من قتل دون عرضي فهو شهيد من قتل دون أرضي فهو شهيد ما فعلوا شيئا مساكين هؤلاء كونت المحكمة برئاسة بطرس غالي الذي قتل بعد ذلك نكالا بفضل الله تعالى لأنه حكم على الفلاحين ظلما وبشر قاتل بالقتل ولو بعد حين حكم على الفلاحين ظلما فقتل بفضل الله تعالى بعد سنيات قليلة جدا أقل من ثلاث سنوات وهو الذي وقع اتفاقية سودان سأتي على تفصيل هذا المهم برئاسة هذا وهو نصراني وثلاثة نصارى آخرون بريطانيون ومسلم واحد هو أحمد زغلول شقيق سعد زغلول فتحي زغلول شقيق سعد زغلول للأسف شقيق سعد زغلول هو الذي كتب الحكم والرئيس المحكمة وهو مصري صادق الحكم وكان حكما همجيا عجيبا غريبا اسمعوا حيثيات الحكم صدر الحكم بإعدام أربعة فلاحين شنقا أربعة فلاحين شنقا وحكم بالأشغال الشاقة المؤبد على اثنين وبالأشغال الشاقة المدة خمسة عشر عاما على واحد وبالأشغال الشاقة لسبع سنوات على ستة وبالحبس والشغل مدة سنة والجلد خمسين جلدة على أربعة وبالجلد خمسين جلدة على خمسة أفراد على أنه المرأة التي جرحت ماتت رحمة الله تعالى عليها وما ذكروا دمها بشيء وعلى أن التقليل الطبيب الشرعي يثبت على أن الوفاء لم تكن بسبب الجروح الذي أصيب بها هذا الضابط البريطاني إنما كان سبب ضربة شمس طول المسافة ومع ذلك صدر هذا الحكم الظالم والظالم جدا ونفذ هذا الحكم أنا أريد أن أذكر عبارات مصطفى كامل رحمه الله تعالى كان حيا أنا ذاك قبل أن يموت بسنة وشيء كتب كتاب مقالة عن هذا الموضوع أرسلها إلى فرنسا وترجمت بعد ذلك ونشرت فجرات إنجليزية هذه مقالة رائعة جدا يقول اجتمعت المحكمة فيهم 24 يونيو 1906 سنة 1324 وأي محكمة محكمة استثنائية لا دستورة يقيدها ولا قانون يربطها وأغلبيتها الإنجليز المحكمة هذه لها جذور اللورد كرومر الذي كان لما دخل احتالة إنجليزية مصر معتمدا بريطانيا رأى أن المحاكم في مصر لا تفي بحاجة البريطانيين يريد محاكم تصدر أحكاما أشد وأقوى اخترع محكمة عسكرية تحكم ولا معقبة لحكمها ولا استئناف لحكمها حكم نهائي وذلك لكي يحاكم من شاء من المصريين في هذه المحكمة الذين قد لا تعاقبهم من محاكم المصرية المعاقبة التي يرتقيها كرومر رأيتم الظلم والهوان هذه المحكمة هي التي عرض عليها هؤلاء المتهمون الفلاحون المساكين في زمن كرومر كان كرومر مازال موجودا طيب فيقول قضت هذه المحكمة ثلاثة أيام في نظر القضية فقط وتبين أن الضباط الإنجليز هم الذين هاجموا الفلاحين بصيدهم في ممتلكاتهم وأن الفلاحين هاجموا على الإنجليز بوصف أنهم صيادون يختلسون الصيد لا ضباط بريطانيون كما قيل في دعاوة المحكمة قتل هذا لأنه ضابط بريطاني لا قتل هذا لأنه وما قتل صنجره لأنه اعتدى على المفلاحين مساكين واعترف أمام المحكمة أطباء إنجليز بينما الدكتور نولن الطبيب الشرعي للمحاكم بأن كابتن بول مات بضربة الشمس وأن جراحه لم تكن كافية لإحداث الوفاة اسمعوا المهزلة لم تترك المحكمة إلا ثلاثين دقيقة لأكثر من خمسين متهما ليقولوا ما عندهم ثلاثون دقيقة لخمسين متهما يعني كل متهم عنده قرابة يعني ثلاثين ثانية ليتكلم تصوروا وأبت سماع أقوال أحد رجال البوليس حيث أكد أن الضباط الإنجليز أطلقوا العيارات النارية على الأهالي وبنت حكمها على تأكيدات الضباط الإنجليز الذين كانوا سبب في المعركة وذين يعتبرهم العدل في كل بلد خصوما للمتهمين وفي يوم سبع وشرين يونيو صدر الحكم بشنق أربع من المصريين وبالأشغال الشاقة المؤبد على اثنين وبالأشغال الشاقة مدة خمسة عشر عاما على واحد وبها لمدة سبع سنوات على ستة وبالحبس مدة عام مع الجلد على ثلاثة وبالجلد على خمسة وقد جلد كل واحد من هؤلاء خمسين جلدة بكرباج له خمسة ذيول تصوروا كرباج خطير وصعب ومع ذلك له خمسة ذيول وقرت المحكمة في حكمها تنفيذ الحكم في اليوم التالي مباشرة فقط وبحيث لم يمضي إلا خمسة عشر يوما فقط بين الواقع وبين تفيذ الحكم نصبت المشانق وأحاطت عساكر الدراغون الإنجليزية بالمحكومة عليهم والتفت الخيالة المصرية للأسف حول الإنجليز وتولى المستر ميتشيل مستشار الداخلية يعني الوزير الداخلية يعني قتل أي مستشار إنجليزي في أي وزارة هو الوزير ومعه مدير المنوفية أمر التنفيذ وإن الله وإن إليه راجعون وتقدم إليهم ابن لأول محكم عليه بالشنق يريد أن يخاطب أباه يكلم أباه يعني وفالأحون موجود حول المسرح الإعدام فرفض رفض مدير المنوفية وميتشيل رفض تنفيذ هذا الرجاء الذي هو أعز ما يريده الإنسان في أخذ أحظات الحياة انظروا الوحشية العجيبة طبعا شنق رجل أمام أفراد عائلته ولبث أفراد العائلة وأهالي القرية وهم عن بعد يملؤون الفضاء بصراخهم الممزق للقلوب ثم جلد اثنان أمام الجثة وتكرر هذا الأمر ثلاث مرات في حادث الشنق في منظر وحشي مهيج للعواطف بكى منه بعض الحاضرين الأوروبيين بدموع الحنان وأبدأوا النفور الشديد مما رأوا وذهب كل واحد يكرر كلمة أحد المشنوقين قالها قبل أن يموت لعنة الله على الظالمين لعنة الله على الظالمين وطبعا هنا ماذا جرأيه الإخوة والأخوات الذي حصل أن الجرائد المصرية حصل انقسام كبير الجرائد العميلة والمأجورة والجرائد التي يدفع لها تحدث حديثا غريبا في الحقيقة عن القضية وجرائد الوطنية تكلمت وفضحت ما جرى لكن أنا أريد ضروري جدا أن نتحدث عن ما تحدث عنه جرائد العميلة لأن القضية خطيرة وخطيرة جدا اسمعوا الجرائد هذه أولا الجرائد الأجنبية في مصر اتهمت مصطفى كامل أنه وسع الهوة بين المصريين والجاليات الأوروبية بسبب هذه الحادثة وحثت قادة المصريين على غرس التسامح في النفوس تصوروا يعني اتهمت المصريين المساكين هؤلاء بأنهم متعصبون دينيا ونينبغن يكون لديهم تسامح تسامح واحد يأتي ويقتل امرأة ويحرق جرنا من قمح أمام فلاحين مساكين ويريد أن أتسامح معه وإيه تسامح هذا وطبعا في مصر شنت الصحف الوطنية حملة قوية للصرفات الاحتلال في حادث الدنشواي وفتحت السياسة البريطانية بصفة عامة وكان مصطفى كامل في باريس في مستشفى يعالج ففضح القضية أيضا في باريس وهنا سفادت الحرك وطني من هذه الحادثة في تقوية مركزها ومطالبة بمطالب عادلة لعموم الشعب المصري لكن بعد الفاصل أريد أن أركز على أمر مهم جدا وهو ماذا قالت الجرائد العميلة لنعرف خطورة هؤلاء المنافقين في كل زمان ومكان فابقوا معنا يا الإخوة والأخوات السلام عليكم مرة أخرى بعد فاصل إخوة والأخوات كنت ذكرت أن جرائد الوطنية المصرية الجيدة تحدثت بقوة حذد شوية وأدانتها لكن المهم وماذا تتكلمت الجرائد العميلة جريدة المقطم وطبعا صاحبه نصراني شامي أبدت أبرزة وجهة النظر البريطانية التي أكدت براءة الضباط وصفاء نياتهم تصوروا ونصحت الصحيفة أهل مصر بحصر القضية بين الضباط والأهالي الفلاحين في دونشواي وعدم التعميم وقالت المقطم إن حكم القضاء صدر على أهل دونشواي جزاء ما جنت أيديهم وإجراءا للعدل وحفظا للأمن والنظام رأيتم نفاق؟ وما فعل فلاحون المساكين شيئا يستحقون به هذا لكن الجرائد إذا كانت مخالفة لخط الإسلامي في البلد لخط الوطني في البلد لخط المخلص في البلد سمه ما شئت تبرز هذه المقالات العجيبة ويبرز النفاق في الجرائد ويبرز المنافقون الذين لا يستطيعون الحديث إلا في جرائد عميلة جرائد يساعدها الإنجليز وأعداء الأمة جرائد يسمح بإصدارها أعداء الإسلام فلذلك يتكرم هذا الكلام وطبعا نزلت بحملة كبيرة جدا ضد مصطفى كامل ووصفته بأنه مضطرف وهجاس هجاس كلمة مصرية يعني تعني أنه يعني رجل كذاب لا قيمة له وأنه مستغل للنفوذ لتحقيق المنفعة يعني عجيب حادثة واضحة كل الوضوح وواضح ظلم البريطاني فيها لكن أمر عجيب والمقطم كتبت أيضا تقول أن تعصب المسلمين المسلمين مصريين يشتد ويقوى هو طب صاحب نصراني شامي ومصلحته أن يلقي بذور التفرقة بين المسلمين والقبط في مصر وحتى أن الشباب ساروا يشترون عداد مقطم ويحرقونها حتى لا يتنتشر مثلا كلام الفاسد وأيضا يعني هذه كتبات حتى أثارت كتبات المقطم والوطن وبعض الجرائد الأجنبية في مصر أثارت حتى بعض أعضاء مجلس العموم في بريطانيا وانتبهوا هذه قضية مهمة سألوا إدوارد جراي إدوارد جراي هذا الوزيع خارجية في بريطانيا إذا كان الدار المعتمد البريطاني في مصر تدفع لأصحاب هذه الجرائد حتى يتكلموا هذا الكلام يعني حتى بعض أعضاء مجلس العموم في بريطانيا أدركوا مدى العمالة والنفاق لهذه الجرائد لكن اسمعوا ماذا رد إدوارد جراي قال لا يستطيع الإجابة على هذا السؤال حتى لو توافرت إليه المعلومات الكافية في أنه ستتجنب الإدلاء بها طبعا في فضيحة لأذنابهم وعملائهم في مصر أيضا صحيفة مصر وصحيفة الوطن كانت تدار من قبل أقباط اتخذتا موقفا ذا صبغة دينية من قضية كلها ومتعاطفة مع البريطانيين ومعاديا لأهالي دينشواي واتهمت أهالي دينشواي بالتعصب الديني إن الله وإن الله يراجعون الذي دفعهم اسمعوا الذي دفعهم إلى معاملة الضباط البريطانيين بوحشية لأنهم نصارى كفار وطبعا القضية ليست كذلك القضية ما كان يخطر بالفلاحين من هؤلاء الذين أمامنا لا أكثر مما كان يخطر بالهم المرأة المدرجة بدمائها والجرن القمح المشتعل نارا يعني هذه قضية مهمة وطالبوا اسمعوا واستثمرت الصحيفتان القبطيتان الحادثة لتوضيح حسنية الأقباط تجاه بريطانيا وإثارة مسألة حرمانهم من تولي بعد الوظائف في مصر يعني ومطالبة اللورد كرومر بالحزم وإلغاء الصحف المناوئة يعني الإسلامية والوطنية حتى تعود السكينة إلى البلاد وكلام طويل يعني يبين النفاق وخطورة النفاق وحدث طبعا أن هاجمت الصحيفة قبطية مصر والمصريين والمسلمين منذ أن وطئت أقدامهم أرض مصر يعني استغلوا استغلوا القضية بقوة في نفذ أحقادهم وسمومهم في المجتمع المصري وحتى أنهم لم يسامحوا من دخل الحزب الوطني من أقباط هناك بعض الأقباط دخلوا الحزب الوطني فسموهم واصفوهم بالشذوذ وأطلقوا على ويسا واصف أحد الأقباط المصريين الوطنيين الذي انضم الحزب الوطني أطلقوا عليه اسم يهوذة الاسخربوطي يهوذة الاسخربوطي طبعا اسخريوطي أو اسخربوطي هذا رجل يعني هم يزعمون أنه باع عيسى للرومان وصلب عيسى ونحن نعلم أن عيسى لم يصلب مع عاذ الله والله سعى النجاه لكن يعني يصفونا ويسا واصف بانتماء الحزب الوطني مثل يهوذة هذا وانتمائه للرومان وليهود أعداء المسيح وطبعا وجدوها فرصة للهجوم على جميع الرموز الإسلامية المناوية لهم في مصر وعلى الدين الإسلامي نفسه وصار هناك تطورات سأذكرها إن شاء الله طبعا الذي حدث كوفئة كوفئة هذا البطر صغالي عليه من الله ما يستحق كوفئة بأنه كان زعيم للمحكمة رقيا ليصير رئيس وزراء مصر تصوروا رئيس وزراء مصر في بلد المسلمون فيه أكثر من 93-24% يكافأ مثل هذا ليكون رئيسا الوزراء وحملت اللواء ومعها بعض كتاب وتكلم العقاد أيضا عن النهاء على هذا التعيين وقالنا وإهانة للشعب المصري وكانه ليس في أحد مسلم يصلح لتولي هذا المنصب يعني و يعني كلام طويل أريد أن أختصر لإخواني وأخواتي أيضا ألدن غورست هذا مهم والمعتمد البريطاني في مصر في تقريره قال اسمعوا قال إن الصحف دأبت على نشر الأقوال التي يراد بها تهييج التعصب الديني بين المسلمين والنصارى من المصريين أو بين المسلمين من المصريين والأوروبيين هو أمر شديد والخطر على بلاد يختلف فيها الأوروبيون واللطنيون من مصارى ومسلمين ويمتزجون يعني حتى ألدن غورست رفض ولو بباب المصلحة لبريطانيا هذا الذي يجري من قبل جرائد الأقباط ومن قبل جرائد النصارى الشوام طبعا لما جاء بطرس غالي ماذا يصنع ليوقف هذه الحركة من جرائد وطنية ضدا شوائي وضد الممالأة الإنجليزي والكامل قيد الحريات الصحفية أعاد بعث قانون المطبوعات كان في القرن الماضي بالنسبة لذلك الزمان وقرن قبل الماضي بالنسبة لنا بعد احتلال الإنجليزي أعاد بعثه ليقيد الصحف الإسلامية وصحف الوطنية وحكومته اتخذت قرارات صعبة كان أثر في الساحة مثل قانون نفي الإداري الذي بموجبه نفي بعض الزعماء داخل وخارج مصر أيضا هو الذي ترأس محكمة دونشواي وحكمة ظلما هو الذي حاول مد امتياز قناة السويس كما ذكرت في الحلقة الماضية ظلما وعدوانا على المصريين ضيق على الطلبة حتى يمنعهم من اشتغال بالسياسة حتى لا يزعجوا البريطانيين أسياده أيضا هو الذي وقع اتفاقية السودان سنة 1899 1315 هجرية وكان فيه ظلم فادح وكبير جدا للمصريين وكان وكينا لوزارة الحقانية أي وزارة العدل كان سمى لوزارة الحقانية هو الذي وقعها هذه العوامل كلها اجتمعت والتهييج القبطي الشديد أيضا اجتمع ليقوم رجل طالب مصري اسمه ابراهيم ناصف الورداني مسلم ليقتل بطرس غالي في حادثة قوية هزت مصر آنذاك قتله لا ريبة أنه كان انتصارا للحريات انتصارا للحقوق وانتصارا لأهل دنشواي المساكين الذين قتلوا ظلما وعذبوا وسجنوا وفعل بهم الأفاعين كانوا سحقن قتل لا ريبة ولا شك في ذلك لكن طبعا الأقباط قتل رمزهم الأول في مصر وصارت مشكلة وثارت مشكلة في مصر آنذاك اجتمع الأقباط في إصيوت في ألف وتسعمية وحداش في مؤتمر قبطي وأصدروا فيه قرارات يعني أقل ما توصب من بعيدة عن حكمة واللياقة واللباقة وبفضل الله تعالى حتى الأقباط العقلاء لم يوافقوا على هذه القرارات منهم بطريارك لم يوافق على قرارات المؤتمر قبطي ومنهم ابن بطرس غالي وهو كان أكبر ضربة للمؤتمر قبطي بفضل الله تعالى أن ابن بطرس غالي لم يوافق على قرارات هذا المؤتمر القبطي وليس بمصلحتنا طبعا ولا مصلحة المسلمين أن يحصل هياج بين الأقباط والمسلمين لأن المصلحة هي السكون وعدم إثارة هذه المشكلات لكن هم الذين أثاروها يوم قتل بطرس غالي وزعموا أن بطرسا قتل لأسباب دينية وإلأسف ردت ذلك روزفيلد يوم جاء إلى قهرة كما ذكرت حلقة الماضية الرئيس الولايات المتحدة الأمريكية بينما بطرس ما قتل لأسباب دينية قتل لأسباب سياسية لأنه رأس المحكمة ولأنه وقع اتفاق السودان ولأنه ضيق على الصحف ولأنه ضيق على الطلبة ولأنه أصدر قانون في الإداري هذا أسباب قتل بطرسا فكلامه غير صحيح ولما رفض أعيان القبط العقلاء هذا القرارات هذا المؤتمر عقد مؤتمر مصري عقد مؤتمر مصري ردا عن مؤتمر قبطي ومؤتمر إسلامي وكان مؤتمرا عاقلا وذكر فيه خطباء المؤتمر أنهم لا يريدون فتنة بين المسلمين والأقباط في مصر وأنهم يريدون الهدوء والسكينة وأبرز النوايا السيئة الموجودة للذين عقدوا المؤتمر القبطي وذكرت طبعا أشرت قبل هذا أنهم طالبوا من بريطانيا مطالب ما يجوز أبدا تطلب من دولة محتلة ومسألة حرمانهم من بعض الوظائف في مصر وأنهم اتهضون وأنهم مظلومون الوتيرة المعروفة النغمة المعروفة التي يعزف عليها أقباط دائما وهذا كلام غير صحيح والأقباط في مصر معززون مكرمون وبل نالوا حقوقا ليست لهم في عقد الذمة الأول وهذا أمر معلوم ولو كان المسلمون متهدين للأقباط لم أبقي اليوم في مصر قبطي واحد أعظم دليل على أن المصريين احترموا الأقباط واحترموا عقد الذمة بينهم وبين الأقباط وأنهم ما ظلموا الأقباط وما اتهدوا الأقباط وما أجبروا الأقباط على الإسلام بقى الأقباط اليوم وبنسبة قرابة ستة إلى سبعة في مية في مصر ينسبتهم ستة إلى سبعة في مية في مصر إلى يوم الناس هذا وينسبة عالية جدا على ماذا يدل هذا؟ يدل على التسامح المصريين وأن هذا الشعب المتسامح عاش مع الأقباط قرونا في تسامح وفي وئام وفي سلام فهؤلاء الأقباط حفن منهم فضل الله تعالى ما كانوا كلهم هم الذين اتصلوا بالإنجليز وبالقوة الغربية وحاولوا يستفيدوا من هذه الحوادث كلها في إثارة الرأي العام الغربي على مسلمي مصر وكانت حركة دنيئة من هؤلاء وفضل الله تعالى ما أثمرت شيئا وعقلاء الأقباط هدأوا الموضوع وكان هذا بفضل الله ومنته هذه إلى الآن في هذه الحلقة يعني أستطيع أن نقول هذه ختام ما جرى في الحركة الوطنية إلى أوائل الحرب العالمية الأولى هنا كلام يعني سآتي عليه في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى بعد أن أذكر قضية عباس لأن قضية عباس حلم الثاني تحتاج إلى تفصيل ومهمة مهمة جدا وبها يختم تاريخ الحركة الوطنية كله الأول ونلج إلى الحرب العالمية الأولى وقضايا أخرى إن شاء الله تعالى سأوردها إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته